وعلى ذات الصعيد قامت الأمانة العامة للمؤسسات التربوية المسيحية في الأردن بتسليم تبرعات تم جمعها من 45 مدرسة في المملكة إلى الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ليتم إيصالها إلى المتضررين في سوريا بسبب الزلزال الذي ضرب هذا البلد الشقيق وكانت الأمانة العامة قد أطلقت حملة عاجلة في مدارسها لمساعدة الإخوة في سوريا بعد كارثة الزلزال المدمر الذي تسبب بإزهاق أرواح الألاف من الأشخاص وتشريد عشرات الألاف من العائلات وتضمنت التبرعات مواد غاثية عاجلة ومستخزمات ضرورية لكافة الأعمار وحليب أطفال رحمة الله على جميع من توفى والله يعين الأرامل والأيتام والله يشفي المصابين تحركنا كأمانة مسيحية عامة في الأردن مع كل أعضاءها الهيئة الإدارية والمشاركين لنا في المدارس الهيئة العامة حوالي 55 مدرسة لمساعدة أخوانا وشقائنا بسوريا لمينا حوالي 400 إحرام و600 كيس حريب طلعوا بحدود 100 كرتوني الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية ستكون اليوم موجودة معنا سيأخذوا كل هذه المعونات ويبعثوها بإذن الله لسوريا بأقرب وقت ممكن اليوم أو بكرة كانت لفتة من أعضاء الهيئة الإدارية وكأمانة مسيحية أن نقوم بهذا العمل بأسرع وقت ممكن بفترة زمنية قصيرة كما قامت مطرنية الأردن للروم الأرثوذكس بإرسال مساعدات للمتضررين من الزلزال في سوريا اجتملت على 1400 طرد احتوت على مواد طبية وأدوية ومستلزمات إسعافية وصحية وحليب وبطانيات وملابس وغيرها تبرعت بها كافة الرعاية المنتشرة في محافظات المملكة كما تم جمع مبالغ مالية ستصل جميعها خلال أيام للحساب البنكي المعتمد اشتركوا في القناة